أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في إحاطة مجزة لأهم الأنباء تعرضت اليوم مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي لقصف مدفعي بقذائف الكراسنبول الليزرية مصدره عصابات الأسد وسقطت القذائف على المنشآت الخدمية متسببة بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية فيما قصفت العصابات بالمدفعية محيط بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي سقط عدد من الجرحة في صفوف عناصر الاحتلال الروسي إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة روسية على الأسراد الدولي دمشق عمان بين بلدتي صيدة وأم المياذ شرق درعة ويذكر أن عمليات استهداف ميليشيا الأسد والمحتل الروسي في درعة عادت للواجهة من جديد استهدفت طائرة مسيرة تركية بصاروخ مواقع ميليشيا قسد وسط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي دون ورود أنباء عن حجم الخسائر في حين تستمر المسيرات التركية بالتحليق في أجواء رفيح حلب الشمالي والشرقي وتقوم بتنفيذ ضربات مركزة بين الحين والآخر مستهدفة مواقع لقسد شهدت بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي نزوحا لعشرات العائلات بسبب نشر ميليشيا قسد أسلحة ثقيلة داخل أحيائها واعتقلت عناصر الميليشيا خمسة عشر شابا من أبناء تلك العائلات بتهمة التخلف عن الدفاع الذاتي وتلجأ قسد لحجد قواتها في المنطقة تحسبا لأي هجوم تركي مرتقب عليها إلى هنا نكون قد وصلنا للنهاية دمتم في رعايتنا